أعلنت وزارة الداخلية موصلة حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة حيث تم ضبط 35 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 66 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال البيع بأزياد لمواد البناء تم ضبط 54 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 710 قضايا من بينها 91 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 126 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير